إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قراء الأمصار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مستمعي الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج قراء الأمصار هذا البرنامج الذي نستعرض فيه سيرة ذاتية لعالم من أعلام قراءة القرآن الكريم في العالم الإسلامي ضيفنا في هذه الحلقة ليس بغريب على إذاعة القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاثين عاما وله مصحف يتردد في إذاعة القرآن الكريم ليلا ونهار فضيلة الشيخ أحمد خليل شاهي حياكم الله الشيخ أحمد حياكم الله بياك يا أبو عمر وجعل هذه النفحات وهذه الدقائق في ميزان حسناتك وفي ميزان الجميع ويبارك في إذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها ويجعله خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى ويجعلنا وياكم من أهل القرآن آمين يا رب العالمين شيخ أحمد حبيظكم الله وبارك فيكم الحديث في السيرة الذاتية وما خالطها من تجارب وفوائد مع العلماء والمشايخ في المسيرة مع القرآن الكريم لها لذة وطعم في النفس أستسمحكم عذراً أن نبدأ بتوثيق لشخصكم الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله فيه صواب وبعيد عن حظ النفس والهوى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الاسم المولد النشأ الاسم أحمد بن خليل بن شهين بن أحمد المولد في محافظة قناء طبعاً القرية الشورية مركز نجح مالي محافظة قناء ونشأته في طفولتي في قريتي مثل الأطفال حينما اقترب السن من الفهم ومن الاستيعاب السن السادسة السابعة ذهبنا إلى المدرسة وذهبت إلى الكتاب القرية فقرأت على بعض المشايخ الفضلاء ومن هنا بدأت النشأ طيب شيخنا حفظكم الله الأسرة الكريمة التي نشأت فيها والعلاقة مع القرآن الكريم لا الوالد يحفظ القرآن ولا الوالدة يحفظ القرآن لكن يحفظوا شيئاً قليلاً يجب صلاتهم يصلون به مثل الفاتحة وقصار السور لكن حبهم للقرآن ونشأتهم لحب القرآن هما الوالدين نشأوا في أسرة يعني ليس فيها علم طبعاً بهذه الدرجة وكان عندينا القراء الكبار يقرؤون القرآن والناس يحبون القرآن أحد الصعيد يحبون القرآن حتى يجعلون القرآن في كل ما يخصهم في الزواج واختان الأولاد يأتي بقارئ ويقرؤون القرآن في بعض المناسبات يأتون بالقرآن وإن كانوا لم يحفظوا القرآن لكن كانوا محبين للقرآن ولذلك الوالد هو في النزع الأخير يقول له يحفظ القرآن ودعا لي وأنا كان عندي في الوقت ذا يمكن عشر سين إلى 11 أو 12 سنة كنت لسه ما حفظت القرآن لكن أحفظ بعض القرآن شيخ أحمد حفظكم الله ذكرتم في بداية كلامكم طرفا من بدايتكم مع القرآن الكريم في سن الطفولة أتمنى أن تحدثون بشكل أوسع عن بدايتكم مع القرآن الكريم أولا ذهبت طبعا في سن بعد السادسة السادسة السابعة بعد المدرسة فكنا نذهب في المدرسة ثم نرجع إلى الكتاب كتاب القرية كان في بعض المشايخ الفضلاء غفر الله لهم جميعا ثلاثة في القرية كنت قرأت عليهم أولا الشيخ محمد أبو شعيب غفر الله له وهذا الرجل العجيب مات وهو ساجد لما ذهبت إلى القرية منذ حالي أربع سنين قيل لي مات ساجدا فقلت لا غريب هذا الرجل إذا ما كان له أحد يكلمه ولا يتكلم ولا يغتب أحد وهو في نفسه هذا قرأت عليه بعض قصار السوار من جزء عمى هذا الشيخ الفاضل غفر الله له الشيخ الثاني اسمه الشيخ يونس هذا الشيخ يونس قرأت عليه كذلك من قصار السوار أما الشيخ الثالث وهو العلم وهو الحافظ المتقن المحقق الشيخ أحمد سيد كيلاني وكان كفيفا ولكنه ذو بصيرة عجيبة وكان متقنا وكان يقرأ مع الشيخ صديق المشاوي مع الشيخ محمد صديق المشاوي ويقرأ هم يسألونه إذا يشتبه عليه شيء كان يسألونه هذا نشأت معه وأخذني من أول القرآن من الجزء الثاني مباشرة الجزء التاسع والعشرين ومن تبارك الذي بيد الملك هو على كل شيء قدير كان لا يترك لي شاردة ولا واردة ولا صغيرة كبيرة في علوم التجويد وكم كان عمركم وقتها كان عمري الثاني عشر ثلاثة عشر بدأ يطبق معي التجويد والأحكام والأداء لا يترك لي ولا شيء له موقف معي في سورة البقرة انتركت الغنى فكان في موقف شديد نهارني وضربني بالأحرى وأنا في الوقت أمكان أربع داشر خمستاش طبعا ختمت وبقرة في البقرة وكل ما مرت على هذه الآية وبعض الآيات عيني تدمع وأدعو له وقد اعتمرت له رحمه الله تعالى وهذا شيء قليل وأدعو له إذا تذكرت الشيخ ومواقف معي أحسن الله إليكم شيخ أحمد نبذة مختصرة عن تعليمكم طبعا عندما أكملت المرحلة الابتدائية وزلست من أقر من سنتين أو ثلاثة مع كتاب الله فحفظت القرآن في خلال السنتين وممكن أكثر من مرة ومراجعة وإتقان كانت سني في الوقت ذا من 16-17 وصليت بالناس وما ذاك إلا من هذا الشيخ شيخ أحمد سيد كنان غفر الله له جعلني أتقي القرآن لا أترك أي حكم من الأحكام ثم طبعا رحلت إلى القاهرة إحنا في الجنوب بيننا بين القاهرة وقرابة ألف كيلو فرحلت ودخلت طبعا التقيت بالمشايخ وما فحفظت في الأطفال ثم الجزالية على الشيخ سيد عباس ثم التحقت معه للقراءات أنا ذاك كما كست في المعهد ثمانية سنين مراحل التعليم مرحلة التجويد مرحلة العالم مرحلة التخصص أكملت في القراءات المشهورة والمعروفة يعني السابع والعشر السغل العشر كبرى مع علوم القرآن وعلوم اللغة ومع العلوم الشرعية قد يطول الشيخ شرحوها يعني الآن في هذا المجال فتعلمت الحمد لله في هذه ثم عينتها في السنة بعد ما تخرجت في الأزهر مدرس المرحلة العددية والثانوية وقرأت على بعض المشايخ كذلك مع المعهد نلتقد بالشيخ عامر عثمان وقرأت عليه بعض القرآن طبعا قرأت على الشيخ حكيم عبداللطيف القراءات الأشر الكبرى والشيخ عبدالرعوف مرعي والشيخ أحمد مصطفى ومشايك كثير في المعهد قرأنا عليهم القراءات والقرآن وأخذنا عنهم النحو قطر الندى والشذور الذهب والأجر رومية واخذنا برضك التفسير على بعض المشايخ والبلاغة وأخذنا هذه العلوم المعروفة شيخ أحمد حفظكم الله وباركة فيكم ذكرتم عددا من المشايخ الذين طلبتم القرآن الكريم على يديهم ذكرتم منهم وأثنيتم عليه وقلتم أنه من أبرز العلماء وهو الشيخ أحمد سيد الكيلاني لا شك شيخ أحمد أن العلماء والمشايخ الذين أخذتم عليهم القرآن الكريم يصعب حصرهم وخصوصا أن عمركم تجاوز السبعين فالعدد لا شك أنه كبير جدا فمن تذكر من أبرزهم غير الشيخ أحمد السيد الكيلاني الذي أثنيتم عليه في طفولتكم الشيخ اللي أنا يعني تأثرت به كذلك يعني يمكن مات من خمس سنين ستين سبع سنين هذا الشيخ أثر فيه كذلك تأثير وقرأت عليه القرآات كلها من الأول الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله خليل شيخ مقاري الإسكندرية هذا الشيخ تقبلت معه قرأت عليه القرآات كلها حفظ قرأته عليه في مدة وجيزة وقرأت عليه القرآات السبع والعشر الصغر والعشر الكبرى وقرأت عليه بعض الأشياء واستفدت من استفادة عظيمة وهذا الرجل لازم توم يقر من ثلاث سنوات وهذا من أبرز مشايخي اللي تأثرت به كان يعتبر علم في علم القرآات وتحضير الأوجه وترتيب القرآات والجمع يعني آية من آية الله شيخ أحمد حفظكم الله هذا السؤال جوابه بديهي ولكن مضطر أن أسأل مثل هذا السؤال ليستفيد المستمع ويعلم تفاصيل السيرة الذاتية القرآات التي تحملونها شيخ أحمد القرآات التي درستها وقرأناها عن المشايخ هي القرآات العشر الكبرى باستبدأ من القرآات السبع والقرآة العشر الصغرى تسمى الشاطبية والدرة كتابان هذان كتابان يسميان القرآات العشر الصغرى وكتاب الطيبة طبعا الشاطبية 1173 بيت نظامها الإمام الشاطبي رحمه الله واختصرها من كتاب التيسير لأبو عمر الدين المتوفى سنة 444 والشاطبي بتوفى سنة 590 ثم التحبير القرآات الثلاث لمن الجزل المتوفى سنة 833 وقرأت كذلك طيبة النشر ألف بيت هادف القرآات العشر كبرى قرأنا هذه المتون ومن خلالها قرأنا القرآات العشر كلها سواء من طريق الشاطبية أو الدرة أو من طريق طيبة النشر ما العلم الأخرى العلم الرسم المصحة وعلم الضبط وعلم الفواصل التوجيه القرآات وهكذا هذه كلها الحمد لله درسناها مع علوم اللغة كما قلت لك أبو عمر تسعريفا هذه كلها لأن العلم كلها تخدم يعني إلا يحفظ القرآات فقط لا يستفيد لما يحصل على العلم الأخرى فدراستنا في الآذر أفدتنا درسنا علم الرسم وعلم الضبط وعلم الفواصل وعد الآي ودرسنا كذلك تاريخ المصحف ودرسنا علم القرآن مثل المكي والمدني والأسباب النزول والأمثال في القرآن مناسق والمنسوق والمقيد والمجمل والمطلق والخاص والعام هذه كلها ضوابط هذه الأشياء كلها درسناها فهي تخدم القرآن القرآات أما القرآات فهي القرآات لابد أن القاري عند القرآات السبعة والعشر الصغرى والكبرى يكون عنده طرف من اللغة العربية حتى يقرأ صوابا ويقرأ صوابا وفي نفس الأختي يوجه القرآات من حيث اللغة والرسم هذا محذوف هذا مبدل هذا كذا هذا فيه قائدة الهمز وقائدة الزيادة وهكذا شيخ أحمد حبيثكم الله وبارك فيكم القراءة في المساجد بغير الرواية الدارجة في مثلا الجزيرة العربية قراءة حفص عن عاصم في السودان الدوري عن أبي عامر في شمال أفريقيا وورش من يقرأ بغير هذه الروايات في المساجد في الماضي كان يواجه استنكار شديد جدا أما الآن بدأ الناس يتعرفون على بقية القراءات رأيكم في من يقرأ برواية غير الرواية الدارجة في بلاده في صلاة التراويح أو في الفروض الجهرية بارك الله فيك وهذا السؤال اللي جيه عمر بارك الله فيك ونافع الله بك وفقك الله لم يحن بيرضاء القراءات علم مثل الحديث ومثل الفقه ومثل التوحيد واللغة فلا بد أن يكون هناك من يحمل هذه القراءات والقراءات في الحقيقة هي تخدم العلوم الأخرى تخدم علم الحديث والتوحيد وتخدم علم الفقه ولذلك في بعض القراءات بتوجه في بعض القراءات تفيد الفقه يكون وقف فقهي مثلا وحتى تعلم ما تقولها الجنوب إلا قولي تعالى أو لمستم النساء فهذه فيها قراءة فيها لمستم من الملامسة والملامسة وقعت من الجانبين وفيه لمستم تقع من جانب واحد ومن هنا أخذ الفقهاء الملامسة هل تبطي لدوء أو هل تنقض لدوء أو لا تنقض لدوء وفيها كلام طويل أنا ما أتعرض له وكذلك طرأت أرجلكم وأرجلكم بالنصب عطفا على غسل الأيدي وغسل الأوجه وبالخاف ما أعطف على الرؤوس وهكذا عندك في العقيدة بل عجبتوا يسخرون كما في سورة الصفات هذه تفيت قرى حمزة وكساة وخلف بل عجبتوا الباقون من القراءة قرون بل عجبتها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح التاع وبالضم المتكلم هو الله سبحانه وتعالى ويتثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث عجب الله عز وجل من فلاء وفلاء هكذا وكذلك من نحي الفقهية القراءات فلا بد العلم القراءات أن ينتشر ولذلك أنا وجهت كثيرا من بعض المشاهي يقول يعني يكفينا حفصة أو عاصم قلت له لا يا شيخ هل نقتصر على البخاري مسلم في الحديث عن كتب الستة أو المستدركات أو المصانيف هذا علم كذلك هل نقتفي بعلم الفقه مثلا بكتاب واحد أو كذا لا فلا بد من انتشار فالذين يقرؤون بالروايات لا بد أن يبينوا للناس أولا حتى لأن الناس يعني من جهل شيئا عدا كما في أمثلة العرب فلا بد أن القارئ الذي يقرأ برواية أو يقراها فيه الصلاة صلاة الترويح أو صلاوات الفرد لا بد أن يبين للناس أن هذه رواية ومتواترة وردت عن نبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا متواترة نصحية وفيها شروط التواتر معروفة عنده يا أهل العلم يعني هذا من نشر العلم إخواننا اللي يقرؤون مثلا فورش من طريق الأزرق وورش من طريق الأسبحان حربتين أو أربح هركات يقرأون بي في الجزائر يقرأون أخواننا بعضهم في المغرب وورش من طريق الأزرق يقرؤون بي كذلك في الجزائر ويقرؤون به في المغرب العربي ويقرؤون به في بعض دول أفريقيا أما قالوا فيقرؤون به كذلك في تونس وفي المغرب ويقرؤون به في ديبيا وحتى في بعض المراطق في اليمن يقرؤون به الدور عن أبي عمر البصري يقرؤون به في السودان وفي الصومان هذه القراءات لا بد من نشرها ولا تنشر إلا السماء الناس يسمعونها ويعلمونها ولذلك الحمد لله من فضل الله الآن انتشرت القراءات وفي جميع بلاد المسلمين الآن في الأقطار الإسلامية الحمد لله وهناك من يحمل هذا العلم حتى يوصل إلى إقراءة قراءة صحيحة قراء الأمصار مستمعي الكرام لازلتم تتابعون حلقة من حلقات برنامج قراء الأمصار في هذا البرنامج نستعرض سيرة ذاتية لعلم بارز من أعلام قراءة القرآن الكريم وإقرائه نجول وإياكم في تجاربه وفوائده وخبرات في مسيرة مع القرآن الكريم قراء الأمصار شيخ أحمد حفظكم الله لا يخفاكم التنافس بين كثير من القراء في الحصول على الأسانيد ويحرصون على العلوب فيها ماذا تقول في هذا المجال؟ صراحة كثير من الشباب حتى يحرصون يقولون أنا أريد الإجازة قلت يا أخي أنت لا تحدث عن الإجازة لكن احرص على الإتقان فلابد من الإتقان والنية أنك تقرأ القرآن وتحفظه نية يعني اخلص لواجه الله سبحانه وتعالى والإتقان لابد منه ولكن لا تجعل نصب عنيك الشهادة وتجعل نصب عنيك الإجازة وأنت لا تتقن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يوضعك ألا بيزور فبعضهم يحمل إجازات كثيرة يقرأ على هذا يقرأ على هذا في نفس الوقت هو لا يتقن المادة العلمية القراءة الذي يقرأ بها تجده صفر اليدين أو شبه صفر اليدين أو يعرف مقتطفات أنا أسل إخوة الشباب خاصة الذين يريدون الشهادات أو غيرهم أن يكون وجهتهم لله سبحانه وتعالى أولا ثم تعليم القرآن ثم الإتقان شيخ أحمد حفظكم الله وبارك فيكم هذا التاريخ عقود من رفقة القرآن الكريم ماذا أنتجت من مؤلفات في علوم القرآن الكريم؟ والله أنا في سيرة الأحيان التعليمية بعض الشباب يقرأ لا يعرف الوقف ولا يعرف الآية حيث أنا أقول له هذه الآية ما هذه الآية السورة لا يعرف شيء بالله يا شيخ أحنا هذا الوقف لازم عليهم وخلص هذه الآية السورة مما سورة البقرة مثلا أو سورة العمران يعني يعني يعرف مدنية مكية لا يعرفها فمن هنا بدأت فكرة أني أجمح كتاب وأقرره على من يقرأ عليه فعلا بدأت فيه من حوالي ممكن خمستاشر سنة بدأت أجمع وأصنف كتاب وسميته زاد القاري في فهم الكلام الباري وهذا الكتاب أخذ مني سنين طويلة بدأت فيه بتعريف الوقف والابتداء ثم أضفت عليه ناسخ والمنسخ للسيوط ثم أضفت عليه أسباب النزول للبخاري المسلم ثم أضفت عليه موضوعات السورة واخذتها من كتاب التحيير والتنوير الطاهر بن عشور وأخذنا منه علم الوقف والابتداء وأخذنا كذلك الوقفات الموجودة في المصحف وأخذنا بعض المعاني الكلمات وكلمات لا يجوز الوقف عليه وكلمات لا يجوز الابتداء بها وآيات لا يجوز وصلها والكتاب موجود الحمد لله كتاب يحتاج إليه صاحب القرآن يسكر السورة مكية مدنية وفضل السورة وهكذا هذا الكتاب بالنسبة لكتاب الزاد القارية فيه كتاب آخر كتاب أفنان في عد الآية العلم الفاصل ومتشابه القرآن هذا الكتاب جمعنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى السورة واسمها ثم مواضع الخلاف اللي حصل بين القراء القراء السبب والعشرة في عد الآية ثم ذكرت فيه مواضع الوقوفات المختلفة فيها بين علماء الوقف ثم ذكرت كل ما تشابه وتكرر في السورة ذكرته والمتفرر على سبيل المثال سيد البقر يا الذين آمنوا في البقر 11 مرة وهكذا يعني ذكرت فيه هذه وهي الفائدة للتكرار هذا يفيد التعظيم أو التأكيد يعني يا الذين آمنوا يفيدهم أهمية المخاطر كما قال أهل العلم في علم القرآن مثلا يسألونك مثلا يفيد هذا التأكيد وهكذا القرآن يفيد التعظيم أو التهويل أو الوعيد أو يفيد التأكيد أو التقرير أو النصح والإرشاد والوعظ أو يفيد أهمية المخاطر شيخ أحمد حبيثكم الله وبرك فيكم منذ أكثر من ثلاثين عاما سجل لكم مصحف كامل ومميز في ذاعة القرآن الكريم ولا زال يذاع حتى الآن ما هي قصة هذا المصحف باختصار ومن كان سببا فيه ومن المجيز الذي كان يتابعك في تسجيل المصحف قصة المصحف هذا قصة معجب كنت أصلي في مسجد في شمال المربع ثم صلى خلفي أخ والله ما أدي إردني أو فلسطيني أسأل الله إن كان حياً يمتعب الصحة والعافية إن كان ميت الله يغفر له ويرحمه وأنا أدعو له دايماً سمع الصوت قال لي يا شيخ أديني شريط خلاه نسجل قلت يا أخي أنا ما نسجل سجل القرآن هناك الكبار أنا أنا وسجل قال لي بس وألح عليه أكثر من مرة فسجلت له الشريط ثم ذهب به إلى إزاعة القرآن الكريم في وقتها كان الشيخ محمد السفار مدولي إزاعة القرآن الكريم وسلمه ثم ما لابست كام وقالوا تعالى استجل مقادر سجلت مقادر ثم طلب مني تسجيل المصحف وكان المراقب فيها الشيخ عبد الرافع أبو هرجا والله انتخاطعت بها السبل الآن من حوالي ممكن 25 سنة كان ميت الله مخفر له ويرحمه كان حيلاً لما تعود الصحة والآفية فالحمد لله وكانت قصة المصحف عجيبة أنا أخرج من المدرسة من التدريس ساعة 12 وحدة وأي إلستدو فكان فيه إرهاق لكن الله سبحانه وتعالى ربنا أعانو وخارق المصحف قبل أن نختم هذا اللقاء شيخ أحمد موقف مؤثر مع أحد مشائخك أو لا يشرط أن يكون مع شيخ في مسيرتك مع القرآن الكريم ولا تنساه والله المواقف كثيرة لكن كما قلت لك شيخ الشيخ أحمد السيد كيلاني له مواقف معايا ما أنساها أبداً وكذلك الشيخ أحمد مصطفى أبو حسن هذا اللي سبحان الله موقف معي كنت أقرأ عليه في الأظهر في معهد القراءات وإحنا تحت فيه مجد كبير في نفس المعهد قال لي ما شاء الله يا شيخ أحمد أنت حينما سمعني وأقرأ عليه قال لي أنت يسجل لك القرآن يسجل لك مصحفاً إن شاء الله في المستقبل وفعلاً هذا الرجل أنا ما نسجد حتى هو جاء هنا إلى السعودية وقلت له قلت لك كذا وكذا من حوالي 25-30 سنة قال لي نعم قلت له والحمد لله سجل المصحف يعني هذا الكلام سبحان الله من شيخ يعني ذو بصير الشيخ أحمد حفظكم الله يلاحظ في تلاوتكم تأثر بالشيخ صديق المنشاوي وأبنه الشيخ محمد صديق المنشاوي علاقتك بهؤلاء القراء الكبار والله هو الشيخ صديق والشيخ محمد لهم أنهم من الصعي جنبينا مباشرة ما من المركز المنشاوي مرسع في محافظ السهاج وإحنا في محافظة قنة يعني بيننا بينهم المركز النجح حمادي يعني كيلوات من الأمتار وكان يأتون عندنا أنا سمعت الشيخ صديق المنشاوي يقرأ وأنا أسمعه في مناسبة وأنا أسمعه وأنا يعني خاربت على حفظ القرآن فتأثرنا بالشيخ والشيخ محمد صديق لذلك ولذلك تأثر بعائلة المنشاوي لأنهم كلهم أهل القرآن الشيخ محمود والشيخ محمد والشيخ أحمد توفي وعيلا كلها قرآن الشيخ أحمد حبيثكم الله سمعت لكم تلاوه برواية حفظ بالسكت عن طريق طيبة النشر وكانت مميزة وملفتة للانتباه فما دخلت لنا لتسمعنا بهذه الرواية رواية حفظ من طريقة طيبة له السكت على ألوى شيء والمفصول هذا يعرفونه أهل الإقراءات فصراحة حفظ بهذا الطريق يعني قليل جداً اللي بيقرأ بيه وكانت وصالة للشيخ أحمد طوير رحمه الله رحمة الله سبحانه أو ثاني لازم أسجل المصحف سجلنا المصحف وانتهينا من تسجيل الحمد لله وسوف إن شاء الله يرى النور قريباً لمن يستمع ويعرف حفظ من طريق أبي الطاهر عن الأشنان من طريق ضيبة النشر يعني مثلاً في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير شيخ أحمد حضركم الله دقائق هذه الحلقة تصرمت وتمنيت أن يطول هذا اللقاء ولكن لكل بداية نهاية ماذا تود أن تقول في ختام هذه الحلقة والله أعوص نفسي وكل مسلم ومسلمة بتقوى الله والإخلاص في العمل أيًا كان هذا العمل وخاصة مع كتاب الله سبحانه وتعالى سماعًا وتلاوةً وتعلُّمًا وتعليمًا وعملًا وإخلاصًا وأختم بهذا الحديث العظيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة أقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فهذه المنزلة العظيمة تحتاج إلى الجهد وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل ليلة ونهاراً على معاهدة محفوظ وبقدر ما تحفظ بقدر ما تكون منزلتك عند رب العالمين في الجنة أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والنجاح صلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أحبة المستمعين كنا وإياكم في حوار حول سيرة ذاتية لعلم بارز من أعلام قراءة القرآن الكريم وإقراءه الشيخ أحمد خليل شاهين المقرئ بالقراءات العشر ومجيز التلاوات في إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية أتمنى أن نكون وإياكم استفدنا واستمتعنا في هذا الحوار الهادف لم يبقى من دقائق هذه الحلقة إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وعلم بارز من أعلام قراءة القرآن الكريم وإقراءه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هذه تحية مني ومن زميلي مخرج البرنامج الأستاذ عبدالله ابن مبارك الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراء الأمصار في كل حلقة حكاية مع علم من أعلام قراءة القرآن الكريم وإقراءه نجوب العالم لنستلهم منهم العبر والفوائد ونوثق سيرهم الذاتية في حوار هادئ هادر حول مسيرتهم مع القرآن الكريم تعلما وتعليما خلال حياة كان القرآن الكريم نبراسا لها ليستنار بهم في المسير مع القرآن الكريم يعده ويقدمه عبدالله ابن شويش الشويش إخراج عبدالله ابن مبارك الدوسري